بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد جاء رجل إلى آية الله السيد عبد الكريم الكشميري قدست روحه الزكية وقال له إن لدي معاملة في إحدى الدوائر الحكومية وإن مدير هذه الدائرة لا يجري المعاملات ويقضيها إلا بمبلغ معين فماذا أفعل؟ فقال له آية الله الكشميري قدست روحه الزكية ما عليك إلا أن تستخدم هذا الورد وهذا الذكر أن تقرأ زيارة آل ياسين لمولانا الإمام المهدي المنتظر عليه السلام وبعد انتهاء الزيارة تقول مية وعشر مرات المستغاث بك يا ابن الحسن والمستعان بك يا ابن الحسن ثم تقول بعد ذلك أيضا مية وعشر مرات يا صاحب الزمان أدركني يا صاحب الزمان أغثني مية وعشر مرات ثم بعد ذلك يشاء الله سبحانه وتعالى ببركة صاحب الزمان قضاء حاجتك وحقا بعد أيام تعرف هذا الرجل على صديق يعمل في هذه الدائرة وقضية الحاجة بأسهل ما يكون ومشت هذه المعاملة بأحسن صورة جربوا ولا تشكوا صباحات ولائية أمين محمد إذاعة الروضة الحسينية المقدسة